الجيل الجديد من هواتف اوبو لسلسلة الرينو هذه المرة يأتي بتغيير جذري في التصميم اوبو رينو ايد برو اقوى هواتف هذه السلسلة قريبا راح نشوفوها في الاسواق العربي لكن لا اتوقع انها راح يتوفر في السوق الجدائرية كالعادة للأسف ومع ذلك راح نتعرف على مواصفاته الكاملة وسعرها بالدولار وسعرها المتوقع في السوق الجدائرية وهل يستحق الشراء بسعره الحالي ام لا فابقوا معنا السلام قابلي ومرحبا بكم مرة اخرى في فيديو جديد معكم السعيد ان شاء الله تكونوا كامل بخير كالعادة قبل ما نبدأ لايك للفيديو واذا كنت اول مرة تشاهدني اشترك الان فعل جرس التنبيه باش توصلك كل الاشعارات والان نبدأ على بركة الله تصميم الهاتف هذه المرة يختلف عن الاجيال السابق فهو الشبيه بهاتف الوان بلاس 10R من نحية اطار الكاميرات لكن الاطار في هذا الهاتف يأتي قطعة واحدة مع الظهر كتصميم هاتفها الفايند اكس فاي برو من الامام شاشة متميزة بحوافها الرفيعة جدا والثقب الصغير في المنتصف خامات الهاتف من الزجاج اللامع ومع ذلك لا يترك بصامات بكل سهولة الاطار مسطح من الالمون بتصميم رائع جدا للامان في الجانب الاي منزر الطاقة في الجانب الايسر ازراء التحكم بالصوت من الاسفل منفذ شحن طيب سي منفذ السماعات الخارجية مايك لعزل الضوضاء ومكان شراح الاتصال وكالعادة وزن ممتاز جدا على الرغم من حجم الهاتف الكبير 183 جرام تتحكم به بكل اريحي بشكل عام تصميم انيق وعصري فدائما اوبو ما تهتم بالتصميم الهاتف يتميز صراحة بشاشة رائعة جدا من نوع اموليب مقاس 6.7 انش هو الاتش دي بلاس بكثبة بيكسلها 394 بيكسل في الانش تدعم معدل 120 نيتس معدل ممتاز رح يديك اداء السلس في استخدام اليومي من نهاية التمرير والتصفح مواقع التواصل بسلاسة وسرع عادي وتدعم ايضا الاتش دي ار تان بلاس تدعم مليار لون لتعطيك تشبع ممتاز للالوان والدقة مع السطوع القوي ايضا تحت اشعة الشمس تصل ل 950 نيتس كما ان الشاشة عليها طبق الحماية من الجيل خمس رح تستمتع فعلا بالمشاهدة والفرجة فهي من افضل وامتع الشاشات في هذه الرفاية السعرية فالوانها مميزة ودقتها عادية جدا الهاتف يقدم لك ايضا اداء ممتاز جدا فهو يأتي بمعالج قوي من ميديا تيك الدايمين سيتي 8100 ماكس وهذا المعالج يأتي بمعمارية 5 نانو متر ومعالج رسومي مالي جي 610 هذا المعالج يقارن بمعالج سناب داو 888 كادا لذلك رح يقدم لك تجربة سلسة في جميع المهم اليومية كما انه يقدم لك تجربة تلعب قوية وتلعب جميع الاراضة الثقيلة باعلى اداء وبكفاءة عالية جدا باختصار من افضل الهواتف كادا في فياتي سري الهاتف يتوفر ب8 او 12 جيجا رام مع 256 جيجا ذكرة تخزين من نوع يو اف اس 3.1 يعمل بنظام اوندريد اتناش وباجهة الاوبو كالر او اس اتناش فاطر واحد بالنسبة للكاميرات عندك الرئيسية خمسية ميجابيكسل بفتحة واحد فاصل ثمانية تأتي بمستشعر من سوني اي ميكس سبعمية وستة 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 والثانية ثمانية ميجابيكسل ايدرا وايد بمستشعر ايضا من سوني اي ميكس تلتمية وخمسة خمسين العدسة الثالثة اتناني ميجابيكسل للماكروف تدعم هذه الكاميرات تصوير فيديو فور كي بمعدل 30 فريف الثاني والعادسة الامامية بدقة 32 ميجابيكسل بفتحة اتنان فاصل اربعة بمستشعر من سوني اي ميكس سبعمية وستة جودة الكاميرا صراحة رائعة فيتقدم لك الصور بالوان وتفاصيل جيدة في ظروف ايضاء الجيد كما انه يقدم لك صور جيدة ايضا في ظروف ايضاء الليلية حتى عندما تكون ايضاء مخفضة يقدم لك ايضا جودة فيديو ممتازة مع ثبات مقبول لاثنى التصوير لكن باش نكونوا واقعيين جودة الكاميرات ليست بالمثالية فالحدة والتفاصيل وايضا الديناميك رينج في الصور لا تعتبر ممتاز فاذا كنت فعلا من محترفي التصوير راح تلاحظ الفرق بين هذه الكاميرات وكاميرات الهواتف المنافسة لكن هذا لا يدل على ان الكاميرات ليست جيدة فهذه طريقة معالجة اوبو للصور والكاميرات ككل فمعظم هواتفها خصوصا هواتف الرينيو تأتي تقريبا بنفس السيستم لذلك يبقى الخيار رجع لك خصوصا ان في هذه الفئة السرية هناك هواتف افضل من هذا الهاتف من نحية جودة الكاميرا بطارية الهاتف بسعة 4500 ميلي اومبير تدعم الشحن السريع 80 وات رح يستغرق 31 دقيقة لشحن الهاتف بالتقانية السوبر فو اداء البطارية صراحة رائعة جدا تكمل معك يوم تقريبا كاستخدام متنوع بالنسبة للبصمة فهي تحت الشاشة ادوها سريع ودقيق الهاتف لا يدعم الصوت ستيريو لكنه يقدم لك صوت شبيه بالصوت ستيريو فالصوت يخرج من السماعات اللي في الاسفل وسماعة المكالمات لكن صراحة ليس بنفس جودة الصوت ستيريو الحقيق الهاتف يدعم تركيب شريحتي اتصال ولا يدعم كارة ذكرى خارجي كما ان الهاتف لا يدعم منفذ 3.5 ميلي للسماء الهاتف يدعم خاصية الانفسي بشكل عام هاتف قدم لك مواصفات جيدة كتصميم فو خرف ايضا شاشة ممتازة كذلك معارج قوي جدا وعندك ايضا بطارية جيدة والصوت مقبول جدا اما جودة الكاميرا صراحة ما تستهلش لان الهاتف مرتفع جدا فهو حوالي 680 دولار في الخارج في انتظار اسعار الهواتف في الوطن العربي للامان هاتف بهذا السعر لا يستحق الشراء لان ببساطة عندك هاتف الاوبو فايند اكس لاتا برو افضل من هذا الهاتف هو بنفس السعر تقريبا او اقل السؤال لكم خابتي بشي رايكم في سعر الهاتف وهل يستحق الشراء بهذا السعر ام لا منا تكتبوا لي رايكم في التعليقات كان هذا كل ما لدينا حول هاتف الاوبو رينو ايتي برو في الاخير تنساش تدعمني بلايك واذا كنت اول مرة تشاهدني اشترك الان فعل جرس التنبيه باش تصلك كل الاشعارات ودمتم في رعاية الله وحفظ